أهلا بكم مشاهدين الكرام وإحنا على هوا تورنطو ويعني عندنا لقاء بالوقت جميل كله انطلاق وفن وإبداع وطبلة وصيفو ومعنا سلبيا وأول ما نقول سلبي يعني الطبلة ويعني الفن زيك سلبي إحنا سعدت بك النهاردة في هوا تورنطو وطبعا يعني الناس معظمها بتشوف سلبيا وهي بتعمل الجو الحلو بتاعها ومحبتك للطبلة وإحساسك بالطبلة أنا لما بشوفك بتعملي الطبلة بحس إنه في حوار بينك وبين الآلة دي يعني الجو الحلو ده إحنا مبسوطين اليوم الحلو ده طبعا إحنا النهاردة هنتكلم معاك عن إيفنت جاي قريب جدا إن شاء الله وده من تنظيمك وإنت نظمتي قبل كده تجمعات كانت بتبقى نجحة ولطيفة والناس شهدت لها واتبسطوا لكن دي أول مرة يمكن حاجة منظمة بصورة كبيرة يحكي لنا جات منين الفكرة وراء الإيفنت وإيه هو الإيفنت أوكي فرسط فال الإيفنت هو اسمه أو تحت تايتل إيجيبشن نايت كانت الأيديا بيني وبين ويوا اللي هو لي ما نعملش يوم تحت اسم إيجيبشن نايت وأكبر عدد ناس من المصريين نقدر نلمو أو يقدروا يتجمعوا مع بعض في ناس مصريين كتير اللي هم مختفين ما بنشوفهمش في الكميونيتي في أي جاثرينج بيتعمل في أي إيفنت ما بيظهروش فحبينا لو أقيه طب يمكن نقدر نجيب ناس أكتر ناس تعرف بعضية أكتر يشوفون أكتر يعني عايزين مصريين أكتر إحنا على أي مكان بنروحه يعني بنلاقي نفس المجموعات مثلا اللي بتصهر أو اللي بتروح حاجات كده يعني في كل ويكيند أو الحاجات دي ما بيبقاش فيه ناس مصريين كتير فعايزين نشوف فين الناس دي ندور على الناس دي ونجبهم ونتجمع وحاجة نكررها بدل المرة يبقى مثلا كل ما نقدر مثلا كل شهرين ثلاثة أربعة ونكررها نحن نجمع مصريين وتوهففن توجه لو نعرف إمتى التاريخ بتاع الحفلة بتاعتك إن شاء الله إن شاء الله بده الموقتها ناكس ساتردي نوفمبر 19 دي هتبقى فرست نايت فرست ايجبشن نايت هتبقى فقاعد شهر يار متاكدة في ميسي ساقة أنا حبيت أتواجد برضو في منطقة فيها مصريين كتير أنا أنا أتبقى في ميسي ساقة فما فيش شبه ما فيش مصريين هنا فأحاول أن أجد مكان إنه مكان إننا نقدر أجمع فيه جروب أو نمبر كويس فأحاول أن الناس تحب المكان فيه ناس تعرفون ناس عمي ناس ما تعرفوش بس يعني يعني روحت المكان ده قبل كده إنه مكان جميل و يعني ننتظر لأجمع فيها طبعا كلنا طب تقولي إيه للناس تعالوا لأنكم حتشوفوا إيه حيبسطكم إيه يخليكم إنكم الدنيا برد فممكن إيه لي شجعكم قوي إنكم تروحوا إيفنت زي ده وتخرجوا متبسطوا إيه اليونيك فيه أو المميز فيه إنها تبقى نايت سيم لايك أزف يعني صهرة مصري الجي جي مصري أغاني مصري سواء بقى مهرجانات سواء كله أغاني مصري إحنا ما بيبقى بنروح أي مكان نصر فيه بيبقى فيه في الميوزك أو في الأغاني اللي بتبقى شغالة ما بتبقاش بيور مصري بيبقى فيه طبعا أغاني لجنسيات أخرى وي انجويت بس ليه ما نبقاش فيه يعني صهرة أغاني مصري كلها مصري رقاصة يعني هي مش مصرية بس هترقص مصر هترقص مصر على أغاني مصر تمام فوي نات وأنا حاول أبقى بالطفلة شوية أيها فلتسي يأ لتسي إذن الفقرات حيكون دي جي وي جي وي وا طبعا ورأس شرقي أو رأس مصر ياب هو دي الفقرات اللي موجودة طيب كل الساعة كام أوكي دورز أوبن تمانية ونص تمام الناس هتدخل كل حد معا كيو أر كود على التليفون جزت هيدخل سكانينج لالكيو أر كود هو عارف التابل ويتش تابل هيروح دايريكت على التابل يعد عليها بس كله كله يعود هنبتدي بقى يومنا ف I hope أنه اليوم يبقى منظم organized كنت حبة أن أعمل كده عشان الناس كلها تبقى مستريحة ويبقى اليوم منظم I hope I hope so إن شاء الله حسب إيه خلاص إحنا دلوقتي العد التنازلي بدأنا حسب توطر حسب توطر بتوطر يعني أنا يوش وليم ما بعمل أي event قريدي ببقى يعني عايزة مسؤولية مسؤولية يعني عايزة الناس كلها تبقى satisfied مبسوطة ما فيش قلق ما فيش حد زعلان كله خرج مبسوط يعني بحاول my events تبقى كده يعني الناس تبقى خرجة مبسوطة ده اللي يهمني بس إحنا يعني إحنا متوقعين إن شاء الله إن الناس كلها تبقوا مبسوطة إن شاء الله في الجو الحلو اللي حنكون فيه كلنا الفكرة جميلة والبداية إن شاء الله بداية موفقة عندك خطط لحفلات قادمة أو تصور أنا يعني أنا تفكيري يعني أنا عايزة feedback من الناس بعدما نخلص الحفلة دي عايزة أشوف feedback لأنه لو الناس مبسوطة أقدر أكرر ده بس بفكرات مختلفة متنوعة مش هتبقى بس يعني مثلا باليدانس أو حاجة ثابتة بالمنظر ده ممكن أغير بس أنا حابة أشوف feedback من الناس لو مبسوطين هكرر ده وخليه يبقى كل مرة الناس بتتشدل حاجة جديدة أو فكرة جديدة يعني هتظهر في اليوم ده فلتسي إن شاء الله وعلى فكرة كان في تجربة لويوا وسالفيا على المسرح في الهاريتج منت كان في الحفلة الختمية والناس اتبسطت جدا أنا كنت حضرة الحفلة وأنا شخصيا كنت مبسوطة وشفت رد فعل الناس يومها كانوا كانت فقرة كلها حيوية ووقتي كان جميل جدا والناس فعلا كان رد فعلهم جميل الناس اتبسطت جدا ما تخيلناش لنا ولا ويوا ان النمبر يعدي الستلاف شخص حضروا اليوم ده ف يعني ما كانش خالص الرقم ده الستماتل كان يعني فوق الستلاف ف ويوا كان مبسوط جدا وأنا كنت مبسوطة جدا طلعت بالطبلة معاه على الستيج هسيت شوية صغنانين والناس كلها كانت مبسوطة يعني فيه كان فيه جنسيات تانية مختلفة وكل كنا شايفينه مبسوطين وعملين هايسين ورأس وهيسة وكل كان مبسوط أيوة فأتمنى إن شاء الله أنت قلت هسيت كلمة دي بتستخدميها وحن قولنا ايه الكلمة دي يعني هي كلمة سيمبل جدا هس أو هسيت أو هس هس بي عربي جايب يعني من الإكسبريشنز اللي بتطلع من مصر يعني طبع فمن صحابي يعني أيوة اللي هو يعني ينهيس مع بعض يعني أهيس 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 ينهيس كده يعني كلمة فيها هسة اكزاك هنهيس في ناس معترضين معترضين على الكلمة وفي ناس بيسألني يعني إيه الكلمة دي بس يعني هي كلمة سيمبل وارطمت خلص علقت معايا علامة مسجلة بالضبط احنا هنهس إن شاء الله يومها والكل هيكون مبسوط السبت الجاي يوم 19 نوفمبر مع ويوا ومع ألينا ومع يوم حلو بيكو ومش عايزة حد يعد خالص عايزة كله يقوم يتنطط عالدانس فلور كل الأعمار كله يهسهس ونقلبها مراجيح اليوم ده ده كل اللي أنا عايزاه ويا رب تنبسطوا ويبقى يوم حلو علينا كلنا ونكرروا كل ما نقدر نكرروا ونرتب له مع بعض ولو حد عنده أعياد ميلاد وي لم يكن نظ distinguish من الوظف اللي أنت من الحلو تنبسطوا ونقلب مع بعض وننتظروني مع ويوا وويوا حيشرفنا ثاني هيبقى معنا ثاني مع عمر كمال 21 يناير فضمزت سواء 19 نوفمبر أو 21 يناير ونحن نتبع تتبعوا لخير ويومكم يبقى جميل يا رب بالنهاية مبسوط في النهاية قولنا فكرة عن موضوعك حكايتك مع الطبلة لأن ده كمان مش كتير بنشوف حد خاصة سيدات مش كده يعني مصر متواجد طبعا يعني كذا حد كذا واحدة بيطبلوا أنا الموضوع ابتدى معي حرفيا يعني كنت بحب الأغانين سبانيش فلاقيت حد بيطبل اسم الشهدية العقار في مصر بيطبل الأغانين سبانيش يعني بيلعب الطبلة عليها على الأغانين سبانيش فأنا وقتها قررت أو كان عايزة أتعلم طبلة فأنا تقريبا كنت I think I don't know بس I think أن أنا كنت أول واحدة هنا أن أنا حبة أن أنا عايزة أتعلم طبلة وابتدى بقى أدور أجيب الطبلة منين وألاقيها فين وهمود بقى عايزة أتعلم طبلة فدورت حد من صحابي يعني يساعدني الجميل جميل في ناس كتير تقرفوا برضو عصام صديق هو لقى أجيب الطبلة منين وبعدها بشوية بعدها بشهرين أوكي دور لي على مكان أتعلم فيه فكالمكان ده هنا في مستساجة وبس وابتدأت بقى لي يعني بعتوا لي إيميل من السنتر الشهر ده أن أنا بقى لي أو I completed two years معهم دلوتي فhappy anniversary يعني بس فبقى لي two years دلوتي بس وفي إمبرومنت يا الحمد لله لا شوفنا على المسرح ده شغل جامد جدا بحن كبير إن شاء الله نشوفك كمان يوم السبت وإنتي بتقدمي كده فقرة جميلة مش كتير بس يعني ههس سيكة بسيطة شوفت سيكة دي مرته سيكة مرضو زي حلوة أنا بحب سيكة دي على فكرة سيكة دي من الكلام الحلو اللي بيعجبني لا مش سيكة إحنا حنتبسط مش سيكة حنتبسط كتير سيكتين 3-4 يوم السبت إن شاء الله دعوة للجميع ونتمنى لك كل التوفيق في الحفل الأولاني اللي بتقدميه وبتنظميه وحفلات قادمة إن شاء الله ومزيد من الفعاليات الجميلة والإيفنتات الحلوة إن شاء الله قادمة كل التحياني شكرا سيبو شكرا سالفيا وإلى اللقاء مع ويوة وسالفيا ورأس الشرقي يوم السبت القادم في شهر يار بزميس الساجة شكرا جزيلا بابا